آخر خبر معي أحبائي عن كيم أنتوا عارفين يعني كيم لي معزة خاصة كده عندي فكيم تعهد ببناء قوة عسكرية صاحقة ولا يمكن وقفها على ما أفادت وسائل العلامة الرسمية يوم لاثنين يأتي تصريح كيم بعد إطلاقه صاروخ باليستي طويل المدى عابر للقارات في 25 مارس الماضي قال كيم كمان أنه وفقا للوكالة يعني أن التصريح أن الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات العالم كله بأسره يدرك بيه يعني يدرك قوة قوتنا المسلحة والقوة العسكرية مشددا على أن البلاد مستعدة الآن لمواجهة طويلة طويلة الأمد مع الأمريكان الرسالة واضحة واللي بيعملوا ده بالذات فعلا ده بالذات يخوف كيم ما عندوش ما عندوش ضوابط ما تحكي ليش الاتفاقيات والأعدات ومجلس الأمن لا 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 ولا حاجة من دول خالص تفرق معي حد من الناس من الناس اللي راحوا ظهروا كوريا الشمالية كتب خبرته على الزيارة دي الست اللي كانت رايحة كانت رايحة بناء على طلب كوريا أساسا فبتحكي بتقول إن عشان هما يعني يعني ليهم في باعة الزراعة والحاجات دي وهما بهناك أيمين أو فيه مناطق أيمة على الأمر ده قالت إن المدخل لكوريا الشمالية هي صفرتها في بكين بتتواصل مع مكتب بيوصلك بمكتب تاني بتروح تسلم فيه نسخة من كل أوراقك وبيصورك صورة بكاميراته وبعد 72 ساعة بيحدد معاد ليك في السفارة هيستجوبه كأنك في أمن الدولة والمحقق لازم يتأكد إن حضرتك مش صحفي أو سياسي أو نشط اجتماعي ولا تسجلت قبل كده في بلدك وعندهم جهاز كشف كد لما يتوافق على دخولك بيحدد لك معاد صفرك هو اللي بيقول لك تسافر إمتى وهو اللي بيحجز لك الفندق لأنه هو أصلا ما فيش غير فندق واحد على الحدود في العاصمة الفندق مكون من 48 طابق وما بيسموهش هوتال لأنهما ما بيستعملوش التعبيرات أو الكلمات المستوردة من الحضرات الغربية قبل ما عاد السفر بيوم بتروح مكتب ثالث بيعرفك على اسم المرائب اللي هيلازمك محرم يعني المرائب ده بيقولولك هو مين وده اللي هيكون معاك طول مدة إقانتك وصورته عشان هيستناك في المطار هيصادر منك أي كتاب أو أي مجلات أو جرائد أو كاميرات أعلى من 150 ملي أو أي كتاب مقدس في كوريا الشمالية لا يوجد دين أو إله الإله هو الزعيم كام سونج إل وده اللي هم فاهمينه وبيعتقدوا فيه وبالنسبة لهم مش مجرد رئيس أو حتى زعيم تاريخي ده إله بيعبدوه وطاعته وجبة ممنوع منعا باتا ممارسة أي شعائر دينية من صلة أو أي نوع من العبادات الخاصة بأي دين لأن كام الكبير جد كام الصغير هو مؤسس الدولة وأول حاجة عملها لما مسك الحكم هو أنه أعلن إلغاء وجود إله وأطلق شعار جد هاز جن أواي ده بالنسبة له يعني بيمضوا الناس على إقرار أنه في حالة ممارسة لأي شعائر دينية ويتمسك ده هيتعرض يعرضوا للسجن بتوصل المطار هناك بتفضل واقف مكان ما نزلت من الطيارة بتستنى المرائب بتاعك ييجي يستلمك ويوصلك للفندق اللي بتطلع الغرفة المحددة بتاعتك وبيركب معاك الأسانسير بتقول الكاتبة التحليل ده الأدوار من سبع لخمستاشر ممنوع أن حد غريب يدخلها ومحدش يعرف مين عايش فيها البلد بتصحى الصبح الساعة خمسة على صوت منبه عام زي البوق كده من سفرات الإنذار والناس بتنزل شغلها الساعة سبعة الصبح وبتمشي من الشغل الساعة خمسة ونص بعد الدهر يروحوا ياكلوا يلعبوا رياضة شوية والساعة سبعة بالليل الكهرباء بتتقطع في الشوارع فبسرعة بسرعة الناس بتفصلها كمان من البيوت وتنام يعني بيصحوا خمسة الصبح ويناموا سبعة بالليل يعني النور بيطفي في الدولة كلها والشباك اللي بيبقى منور بعد الساعة سبعة بيتقابض على أهل بيته هو واللي معين بتكمل بتقول هل الناس سعيدة؟ الغريب انه آه الناس سعيدة جدا بالأمر ده وعندهم يقين انهم أرقى شعب في العالم وشايفين انهم متميزين لان معيشينهم في كوكب موازي عندهم حاجة اسمها البروباجندا بيتصرف عليها 40% من موازنة الدولة ل52% تسليح طبعا بيعمل الحاجات الرهيبة دي الباقي الموازنة اللي هو 8% فقط بيتصرفوا على الشعب ومع ذلك الشعب راضي وسعيد يعني الست بتقول الشحتفل اللي بنشوفها والعياد ده حقيقي هم فعلا بيحبوه محدش ينفع يحلق شعره غير لما يقول يعني الحلقة اللي يقول عليها البروباجندا دي منقسمة لعدة حاجات تماثيل لكم وبابا والجد وكلهم يعني والضريح بتاحهم اللي بيعتبر مقدس بالنسبة لهم وزياراتهم مفروضة على اي زائر لازم هتروح وما ينفعش تشاور بصباعك عليهم يابق ديك الاتنين ولازم تنحني ممنوع ارتداء نظارات الشمس اللي رايح كوريا يسيب نظارته في البيت ممنوع وضع ايدك في جيبك ما ينفعش تحط ايديك في جيبك وانت ماشي هناك الحاجات دي ممكن تعرضك للسجن 15 سنة ممنوع اي حد يعلق في بيته صورة غير صورهم هما الزعيم وبابا وجده طب بيقولوا هتعرفي منين بتقول ان في حاجة اسمها اللجنة ودي بتكون زابط وشوية عساكر دول بيخشوا لو لقوا اي صورة تانية من حقه يخبط على الباب يفتش يكسر الباب ويفتش برضو عارفين بتاعة المعروف والمنكر اوه ده وممكن ياخدوا الناس دي وما فيش تصوير اساسا لانك الحاجات دي ممنوعة البروباجان ده كمان اشارات الناس بتلبسها كل الشعب بيحطوها على صدرهم وبتحمل صور الزعيم بتاعهم صور ولوحات للزعيم في كل الشوارع والميادين صور للمنتخب القرأوي نركز بقى اللي بيحصل على كاس العالم دايما هو ما بلعبش مع كاس العالم بس هو بياخد كاس العالم هو الشعب كله فاهم جدا الشعب الكوري فاهم انهم المتواجدين في جزر يعني فاهم انهم موجودين في جزر امريكية يعني كوريا دي جزر امريكية احتلوها من بعد الانتصارات بتاعت كمه واهله يعني والناس فاهمة كده فاهمة دا كويس قوي طب هم عايشين في اوهم وكاس بقالت لا لانه هم معزولين وفصلينهم تماما عن العالم مفيش انترنت حتى الكتب اللي هناك اللي بيقروها كتب بلغتهم مفيش لغات تانية الناس دي بتعلمش لغات تانية اللي بتعلموا انجليزي وفرنساوي الناس اللي في الجيش بس عشان تجاري التطورات لكن الناس العادية مفيش لغة تانية غير اللغة بتاعتهم والكتب الكتب اللي بيقلفها بابا كم وجد كم هو كم 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 اكتشف انه مغوب وبيقلف كتب برضو هي دي بس الكتب اللي هم من حقهم يقروها وهما دايما بيكلموهم عن الحاجات دي الاكل وكده برغم انه قليل وما بيأكلوش غير حاجات بسيطة يعني الا انهم صعدة ومبسوطين جدا وما عندهمش مشكلة القناة بتاعت التلفزيون بتاعتهم ما عندهمش اعلام هم عندهم قناتين قناة بتزيع اخبار الزعيم من الساعة سبعة الصبح لسبعة بالليل وبس وتروح وقناة تانية بتزيع تقارير عن الانتصارات بتاعته واللي بيحقق الجيش الكوري وعظمته في الكواكب اللي حواليه الناس هناك ممنوعين من انهم يتعاملوا مع الغرب كمان هما بيشوفوهم اعداء ومليانين فيروسات وميكروبات وشايفين ان من حق الدولة تاخد 52% وتدفعوا للتسليح علشان خاطر يحموهم من اي مشاكل خارجية الناس اللي هي زي حالتنا كده محملين بالفيروسات بالنسبة لهم والاشعاعات فهم ما بيقبلوهمش شايفين كمان ان العملة بتاعت دولتهم هي دي الطاب الحسالة اللي بيتعاملوا باليورو والدولار دول ماينفعوش يتعاملوا معهم خالص دول شايفينهم انهم لو خالص وماينفعوش انهم يدخلوا العملة دي عندهم الشعب منفصل عن العالم تماما ومغيب تماما زي ما بيقوله كل حاجات عندهم بيحددها لهم الزعيم الملابس تسريحة الشعر نغمات التليفون والاغاني لازم تكون موسيقى ونغمات حربية مفيش تليفون دولي مفيش راديو مفيش حاجة بتتزاع إلا إزاعة بيانات وخطب الزعيم مع الفواصل مع الأغاني الحماسية والانتصارات محدش يعرف عياله قد إيه عنده كام عيل محدش يعرف مراته اسمها إيه محدش يعرف الشعب ده عدده قد إيه محدش يعرف أخته نفسها اللي بيقال إنها أشرس منه ومفترض إنها هتكون بداله بعد عمر طويل بعد عمر طويل هتكون بداله ما تعرفش هو أساساً ولاده اسمهم إيه ولا عنده ولاد قد إيه والشعب أساساً قد إيه دي كانت يعني حاجة بسيطة عن كيم لو ما جيتش الخلق الجاية بقت حرف وأنا رحت فين يعني شعب مو مبسوط وسعيد جداً وشايف إنه أحسن شعب في العالم رئيسهم حسسه بكده حلو برضو إن الرئيسي حسس شعبه إنه حد كويس هو حبسهم هو مفهمهم إنه مسيج حوالين العالم هو مفهم حوالين العالم إلا إنهم هم سيك حواليهم غمّا جاءت